اختتمت بعدن دورة التدريبية الخاصة بلغة الإشارة برايل التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بتعاون مع مؤسسة رموز التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة خمسين متدربا من المكفوفين بمحافظتي عدن لحج على مدى ثلاثة أيام وأشهد المدير التنفيذي للصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد قائد الشاعري التي تسهم بتعزيز قدرات المكفوفين وذوي الهمم العالية للتواصل والاندماج في المجتمع بشكل صحيح وفي اختتام الدورة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة